ازايكو يا شباب الفيديو ده غالبا هيبه فيه شتايم بس انا هحاول امسحب كلمة تيت المهم فلو مش عاجبك كلمة تيت وحيس اللي انت هتتدايق من الحوار ده فاتمنى انت تقفل الفيديو دلوقتي وبس كده هسيبك مع المقدمة والفيديو وافتكر ان الشتايم هيب بيس انا بكره ماري جين بكرهها فشخ الشخصية دي من اكتر الشخصيات التوكسك اللي هتقابلها في حياتك شخصية حرفيا مريضة وانا يا عم مش جاي حلل او اراجع حاجة انا هحكي لك قصتها هي وبيتر من اولها الاخيرها وانت حكم بنفسك بس كده قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعمه بيساعد جدا وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة وتفعل جرس التنبيهات ويلا بينا في البداية ماري جين كانت جارة بيتر من وهم صغيرين كبره سوا وهو ما كانش عنده الجرأ يكلمها ارتبطت ساعتها بفلاش ثامسون وده المتنمر اللي كان بيأذي بيتر هو وصحابه كانت بتدفع عن بيتر احيانا بس لو انت زعلانة انهم بيتنمروا عليه اوي كده ليه فضلتي مرتبطة بالمتنمر اللي بيأذيه الا لو انت من جواكي شخصية ومتنمرة زيه بتبتدي تاخد بالها منه لما علع النظارة قدر يضرب المتنمر اللي بيأذيه يعني من الاخر كده بداية اعجابها بيه لما بقى اقوى واحسن بس وهو غالبان وفي حاله ما كانش ليه لازمة في حياتها وده بيوضح لك برضو طريق تفكيرها اللي هتبان اكتر مع الفيلم بعديها بيتكلموا وبيشوفها بتركب عربية فلاش وبتقبأ منبهرة جدا بالعربية دي ومبسوطة اوي ده بيخلي بيتر يعيز يجيب عربية عشان يبهرها زي فلاش وبيخش عرض مصرع عشان يكسب فلوس بس صاحب العرض بيغفله وبيضحك عليه وبيديله فلوس اقل ولما بيتسرق صاحب العرض من حرامي بيتر مش بيوقفه عشان ينتقم من صاحب العرض اللي مدلوش حقه الحرامي وهو بيهرب زميله بيقتل العم بين عشان يسرق عربيته الموضوع ابتدى ببيتر عايز يجيب عربية عشان يبهر ماري جين وانتهى بموت عمه معنى كده ان هي السبب في موت عمه شفتوا قدي ايه هي وحشة من جوه يا جدعان سوري سوري انا افورت في الحتة دي بس هي برضو ببقى بعدها بترتبط بعز صحابه هاري بس بتشتغل معا كده زي شفت شغل شوق ولا تدوق اللي هو لسه مش عارفة هي عايزها ولا لأ بتلعب بيه بس بينقصها سبايدر مان من هجوم جوبلن فبتبتدي تواجب بسبايدر مان مش بيتر لانها لسه متعرفش اصلا ان سبايدر مان هو بيتر فهي دلوقتي معجبة بالبطل اللي انقصها خلي بالك كل ده وهي اصلا مرتبطة بهاري بينقصها سبايدر مان من حرمية عايزين يعمله معا حاجات قللت الادب فبتكرر حرفيا انها تبوسه وهي لسه مرتبطة بهاري الخروف يعني هي دلوقتي مواجبة بسبايدر مان اللي متعرفش هو مين وبيتر ومرتبطة بهاري مدوراها من الاخر وبتاخد من كل واحد اللي هي عايزاه بتفركش مع هاري وبعديها بحرفيا بيومين بتروح تقول لبيتر اللي هي عارفة انه مواجب بها فشخ انها مواجبة بسبايدر مان بيتر العبيد بيفرح لانه هو سبايدر مان ماري ما تعرفش حاجة اسمها موف اون وبتاعه ولسه هتعايت على هاري اللي فركشت معاه لا هي بتنتقل من دل ده بسرعة عالية جدا قلبها كبير ربنا يبارك فيها في النهاية لما بيموت جوبلن خلاص بتكرر تروح تعترف بحبها لبيتر بس هو بيرفض لانه خايف تقع في الخطر نخش على الجزء التاني بنشوفهم هما اللي كنين بيفلرتوا بيغزلوا بعض بس محدش فيهم بيعترف للتاني بتقرب منه وبتديله شوية حنان وبتمارس انوثتها عليه وايحاقاته بتاع وبعديها على طول بتقوله انها مرتبطة بواحد تاني خالص اللي هو جون جيمسون ابن رئيس بيتر اللي هو حرفيا فيه ايه يا بنتي انتي ليه الخيانة في دمك كده بتلعبي بمشاعر بيتر ليه وانتي اصلا مرتبطة بواحد تاني بيتر مش بيروح المسرحية بتاعتها وده بيزعلها اكتر والخروف اللي معها بييجي يوصلها يعني انتي من الاخر مبينة من اول الفيلم الاخر واللي انتي عايزة بيتر ليه لسه مرتبطة بجون جيمسون سؤال حرفيا ملوش اجابة بتتخانق هي وبيتر فبتكرر تعمل ايه معلم انها تتجوز جون جيمسون عشان حرفيا تدايق بيتر تخيل بنت بترتبط بيك عشان تغيز الولد اللي بتحبه واللي كانوا متخانقين سوا قبل ما توافق انها ترتبط بيك ايه احساس جون الغلبان في اللي ماري بتعمله فيه وايه احساس بيتر نفسه وهي بتعمل كده قدامه بيتر بيحضر مسرحياتها ماري بتفرح وبعد المسرحية بيقولها انه بيحبها بتقوله هفكر وانت مختلف دلوقتي وبتلمح له انها لسه بتحبه ده بيدي امل اكتر لبيتر وبعد ما بتديله الامل بتروح البيت لخطبها يحضروا الجوابات اللي هيدوها للمعزيم عشان يحضروا فرحهم لول ومش بس كده يا مان اكتر حاجة توكسك ممكن تشوفها في حياتك انها خلت خطبها ينام على حجرها وراح تبيسها بنفس الطريقة اللي باست بيها سبايدر مان وهو بينقذها في الجزء الاول عشان تتأكد هي بتحب خطبها ولا لا وهتحس بنفس بوصة سبايدر مان ولا لا خطبها المغفل طبعا بينبسط من البوصة وماري ما بتحسش باي حاجة وبتنبذوا اكنوا ولا حاجة حرفيا لان كل اللي في دماغها دلوقتي هو سبايدر مان وبيتر بعدها على طول بتقابل بيتر بعد ما بايست خطبها وبتجرب تبوصه هو كمان عشان تحس بنفس احساس بوصة سبايدر مان وتتأكد هي بتحبه ولا لا انت متخيل قزارة الشخصية دي وزي الجزء الاول دكتور اوكتبوس بيخطفها وسبايدر مان بيجي كالعادة وبينقذها بس بتتكشف هويته قدامها واخيرا بتعرف ان بيتر هو سبايدر مان اللي اتنين اللي بتحبهم اجتمعوا في واحد بتنبسط طبعا وانت كمشاهد بتقول انها هتفركش مع خطبها وهترتبط ببيتر انا برضو قلت زيك كده بس هيحصل اسوأ من كده دي حرفيا هتستنى لغاية يوم فرحها وهتسيب خطبها واهله والمعزيم كلهم مستنيين انها تحضر الفرح ويتجوزوا وهتهرب من غير ما هتقول لحد وهتروح تقول لبيتر انها بتحبه وبيرتبطه وبينتهي الفيلم على كده كان ممكن مثلا تتصل بخطبها قبلها ويلغوا الفرح او تعرفه حتى في نفس اليوم او تكلم ابوه او تسيب له رسالة قبل ما ييجي المعزيم لا يا ماندي سابته حرفيا زي الكلبة على الكوشة مستنيها وهربت لبيتر الوات جون ورب الكعبة ماري جين دست على وشه طول الفيلم خطخة وزيق منها تخلي اي حد حرفيا يتعقد من البنات طول عمره تحس انها كانت مستمتعة وهي بتفشخه وبتخونه وبتسيبه وبتكسر قلبه مفيش حد عاقل عنده حبة انسانية بيعمل كده في شخص بيحبه ابدا اخر فيلم بقى في السلسلة ماري جين وبيتر علاقتهم قوية جدا بيحبوا بعض قوي هو ناجح في شغله وحياته وهي برضو نجحة جدا بيتر بيقبى معاه خاتم عمته مي وبيبعاه زي تقدم لماري جين وتقبى مراته بس بتحصل المفاجأة ماري جين بتطرد من المسرحية اللي بتشتغل فيها وبيضيها حلمها فتعمل ايه معلم تقولهم حرفيا بيتر انها اطردت من غير ما حتى تقوله تقوله بقى كلام زي انت مش بتهتم بيا ومش بتحبني وازاي تنقذ المدينة وتسيبني انا هو مال أصلا اللي انت اطردت فاهميني وجهة نظرك هو مال اهله انك اطردت وخبيتي عليه انك اطردت عشان تحرميه حرفيا من انه يقبى جنبك ويهون عليك لانك مريضة عايزة تطلقيش طان وخلاص دي من كتر ما هي تكسك كانت بتتدايق وهي بتشوف الناس بيسقفوا لسبايدر مان وبيحبوه لانها قتن شنهور عايزة تكون محل اهتمام العالم كله المهم بتتخانق مع بيتر خناقة كبيرة جدا بعد ما شافته بيبوس جوين قدام الناس وبتقوله انت مش حاسس بيا ومش عارف انا ببنر بايه وبتروح تعمل ايه بقى بعد الخناقة تروح لعز صحابه هاري اوزبورن وتقضي معاه يوم لطيف وتسمح له انه يبوسها وبتخون بيتر وبعدها بتشغل الصعبانيات وبتقول لهاري دي كانت غلطة ومش هتتكرر وارجوه كنسة وسبني الوحدي والهاري ده كله فعلا الطبع غلاب المهم بتطلب تقابل بيتر وبيقرض عليها الجواز بس هي بترفض وبتقوله سبني ومش عايزاك وانت ما عندكش دم وبتكسر قلب عم بيتر وبتخليه عيط وده مش زنبها بصراحة هي رفضته لان هاري هددها انها لو وفقت هيئزيه فهي كانت بتعمل كده عشان تحمي بيتر من هاري ما علينا بيتر بيندمج مع السيمبيوت فينوم وده بيخليه نوعا ما شريره وتوكسيك زيها واكتر بياخد جوانستيسي للمطعم اللي شغاله فيه ماري جين وبيرقصه قدامها عشان يغزها وبعديها بيخش في اخناقة وبيمدي ايده عليها من غير قصد وبيوقعها على الارض الفكرة البكحة بتقوله هي على الارض انت مين انا مش متخيلة ازاي بقيت كده يا بيتر اه هو اللي عمله غلط بس انت متعودة عليه دايما غلبان بيسمع الكلام اول مرة تشوفه باد بوي كده متعودة تكون هي الابيوزف هي اللي بتخون هي اللي بتجرح مش هو في النهاية فينوم بيخطفها وبيهدد بيها سبايدر مان وكالعادة بيتر بينقذها وبيموت صديقه هاري اللي اتضحك عليه من ماري جين برضو للمرة التانية وفي اخر مشهب بيحضنه بعض وبيرجعوا البعض في النهاية ماري جين بالنسبة لي التعريف الحرفي للبك الانسانة اللي متأملهاش حرفيا على ربع جنيه مخروم مش على نفسك دايما انانية ومش بتفكر غير في نفسها وفي وقت الزنقة تلاقيها دايما بتصوت وتهلل زي العيال عشان سبايدر مان ييجي وينقذها النسخة دي من ماري جين مش شريرة ولا حقيرة هي فاكرة نفسها مهمة لدرجة ان احساس اللي حواليها ملوش اي لازمة وعادي لما تأذيهم هوائية وعشوائية وبصراحة ما كانش حد هينفعها غير واحد غلبان زي بيتر باركر طار الافلام والخيال فهي برضو شخصية زبالة ولا عزاقة للتوكسك المهم بعد ما اتفرجت على الافلام وشفت الفيديو ده قل انت ايه رأيك في الكومنتات هل متفق مع كلامي ده ولا مختلف معي ومختلف ليه واهم من كل ده استأذنك لو عجبك الفيديو تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيسايد جدا وتعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة وحبيت المحتوى وحابب الحلقة وتفعل جرس التنبيهات وبيس